لم يعود الحصول على الماء الساخن مكلفاً أو متعباً في ريف إدلب لن تحتاج تكاليفة زائدة وانتظار طاقة الشمس التي تغيب في الشتاء البارد الفكرة الجديدة التي نشرها المهندز زياد مع مخطط التنفيذ البسيط كانت حلاً منطقياً ومرضياً لأهالي الريف الإدلبي من خلال البحث تبين أنه ممكن استفيد من مصدر الحرارة للسوبيا مباشرةً من البوري بشكل مباشر ويتم عملية التبادل ضمن بوري خاص يوضع في بوري الصباوية يتم وصله بطريقة فنية عبر مآخز قازان نظامي يتم عزبه بشكل جيد ومنحصل على درجة حرارة ما بين 80 و90 درجة خلال فترة تشغيل المدفاة كثير من أهالي الريف باشروا بتنفيذ الطريقة المبتكرة للحصول على الماء الساخن فهي بسيطة وتكاليفها شبه معدومة وتعتبر بديلاً مبتكراً لغياب الكهرباء والوقود وأيضاً الطاقة الشمسية والتي بات تأمينها كلها صعباً ويفوق القدرة الشرائية للناس أنا عجبتني الفكرة كتير شفتها نازلي على انترنت منزلها المهندس عمي زيال الحصول على الماء السخني طبعاً الفكرة عجبتني كتير وعملتها أنا في البيت وجربتها وصار عنا ماء السخني كتير كويسي حتى أنا عملتها وعملت لأهلي طاقة تاني يعني هي بتنوب عن الطاقة الشمسية أنا ركبت قيزان على الصوح وهلق طالما أنا مشاغل الصوبة الماء السخني عندي الحمد لله يعني تمام ويعني صار أنه أنا وقت عب شغلها الصوبة أنه ماين عب شغلها بس أنه لدفها الغرف فيه أو كذا عندي بعرف أنه أنا عب ساخد ماء على الصوح إذن هي حلول مبتكرة وبنتائج مرضية يجود بها العقل السوري للتأقلم مع الواقع الجديد الذي فرضته الحرب المفتوحة على مناطق حرمت من كل الخدمات بمجرد خروجها عن سيطرة النظام وربما حوصرت لكن ما لا يستطيع أحد انحصاره هي الفكرة والإبداع